تحايا الصباح لكم مشاهدينا في كل مكان وتحايا عبر هذه المساحة لكل أصحاب الأقلام يقول عمرون المزعدة الأقلام مطايا الفطن فسعداء اليوم أن نكون في رفقة واحدة من صاحبات الأقلام وصاحبات الفطنة طالبة بكلية طب الأسنان بجامعة الخرطوم وشاعرة مجيدة استطاعت أن تدخل إلى عوالم الشعر من أوسع الأبواب شاهدناها مؤخرا مشاركة في البرنامج الأضخم للمسابقات الشعر في الوطن العربي أمير الشعراء بإمارة أبيضبي ومسهما كانت فخرا لكل الشوائر السودانيات ولكل الشعراء فسعداء يكون لأن تكون اليوم حاضرة للحديث عن شريهان الطيب الشاعرة وعن هذه المسابقة والمرحلة التي وصلت إليها حتى الآن مرحبا بك شريهان صباح الخير عليك وألف مبروك التأهل لهذه المرحلة صباح الخير عليكم وعلى كل المتابعين عبر الأثير وعلى القائمين على برنامج صباح الشروق سعيدة بكوني اليوم في استضافة معك يا تيسير ومع كل الأحباب طل عليكم عبر الأثير وسعيدة بأن تكون أولى استضافاتي الشعرية مع قناة الشروق مرحبا بك ونحن سعيدين بحضورك وسعيدين بهذه المراحل التي اكتستيها بتمكن عالي وبهذه السلاسة يعني نرى حرف شريهان يكتاز كل الحواجز فبداية بالتأكيد كل الشاهد شريهان من خلال أمير الشعراء بيسأل من هي شريهان ولكن نحن بداية السؤال يكون عن حرف شريهان من أين أتى هذا المداد نتحدد عن مغذيات مداد شريهان في حديثنا عن المشاهدات القراءات المنتديات ومصقل هذه الحرف وصولا لهذه المرحلة بالنسبة لي يعني ببدأ بقول أنه الواحد كل ما حب هذا بيقدر أنه يقدم أفضل ما عنده فيه وبيقدره يعبر على هو عن نفسه عن بيئته ومؤتمعه بأفضل ما يكون فبداية مع الشار كانت بداية محبة بداية محبة للشار في حد نفسه ومحبة للغة العربية يعني سابقا كنت كتبت للقصيدة العامية وقد ع глаза لكن لقيت أنه بدون ما أحس اللغة العربية جرانة نحوها الفصيح أكبر لي Beli كتابة الشار الفصيح كانت أكبر واتبعتها يعني طبو حداء وقدرت أنه أكتب قصائد كثيرة وقصائد جميلة بما يخص الكتابة الشاعر نفسه وإلهامه أنا بفتكر أنه الشاعر ما بينفصل عن بيئته وما بينفصل عن واقعه فالقصيدة هي انفعال هي انفعال بموقف معين بحدث بالطبيعة بالبيئة فبعتبر أنه أنا كالشريهان بكتب بقاموصة الطبيعة بتأثر بالطبيعة ممكن موقف بتعمر فراشة أو وردة أو لوحة معينة أو مطر أو حدث معين في الطبيعة أنا أفعل مع الطبيعة وأقوم أكتب أو قضية معينة أو حدث معينة أو ذكرى معينة فالقصيدة هي نتاج انفعالات نتاج انفعالات بتقدر أنك تعبر عنها وممكن تكون اختزال معرفة من قراءات كثيرة سابقة وكتب ومعارف إنت اكتسبتها في فترة القراءة وفترة الوعي تقدر تعبر عنها بقصيدة وعندنا نمازج كثيرة شديدة صح وبتسقل بجوانب مختلفة هنعود لصقل التجربة بعد ما نسمع نص أول طيب أول قصيدة بما أني تكلمت عن الإنفعالات وعن قموصة الطبيعة وكده حجرة أول نص بدأت به ببرنامج أمير الشعراء ولقى قبول كبير وأنا سعيدة بالقبول اللقاء والنص ده وكمرور سريع كده على مناسبته هو نص يتكتب في فترة الخريف وفيه خطاب جميل يعني يتكتب مع صوت المطرف مع صوت المطرف وعنده إقاع خاص صد إحساس الطبيعة إقاع موسيقي وإقاع طبيعة ويعني أنا النص ده يعني أكيد بيعني ليل كثير وكده اسمع النص أخبر غمامك ألا ينتهي ألا أحتاج نظرتك الولهة لأبتلة وعانق الروحة في الأغصان في رئتي لو انتظرت قليلا لازدهت فلة تغمص المحرى كي تخضر قافيته ولتشرح الماء حتى أشرح الرملة يا سلام أخرج عن الطين إن البحر فيك جرى والقاع شعب من الغرقة فكل حبلة أخرج عن المص يحوي حرفهم مطرا من الحجارة لم تستع لها حملة ألقت كالبريح تلهو في تقلبها وفي كتاب الصحارة تنتهي نخلة فمن سليمانة قد آنست معجزة إذ احتديت ولما تقتل النملة أنصت عميقا لصوت الغاب وقتفه إن الفراشة على ورد الهوى صلى يا سلام واهبط على شفة المصباح كن لغة تراوغ الضوء كي لا تجرح الظلة يا سلام وجفف الوقت والتعقد مهادنة مع ابن آدم كي لا يبدأ القتل مع الصباح الذي قد كنت صورته بأن يطول وأن لا يوقظ الليلة لأنك القفل والمفتاح يا مدنا من الأحاجي ولكن لا أرى حلا متى مررت على أحشاب ذاكرتي أخبر غمامك ألا ينتهي ألا يا سلام يا سلام يا شريهان ونحن نتحدث عن هذا الحرف فتحدثنا عن جوانب مختلفة للقراءات والمشاهدات وجانب لصقل التجربة بتأكيد الوجود من خلال يعني رفقة الشعراء دائما يتحدث عنها الشاعر الوجود في المنتديات المختلفة إذا كان رابطة كلية الطيب أو بيت الشارع أو غيرها من المساحات المكانية التي صقلت التجربة جميل خلونا نتفق على نقطة أنه يعني الشاعر عشان ما يقدر أنه يتطور في تجربة الشعرية وعشان ما يقدر أنه يقدم أفضل ما عنده كده هو محتاج لوسط أن يكون فيه فالشاعر اللي بيفتكر أنه براه هو قادر أن يعمل حدات كثيرة لأ براك ما حتقدر لازم يكون فيه تأثير وتأثير لازم تكون ضمن مجموعة الشعرية يعني لازم أنت تأثر في الآخرين والآخرين يأثروا فيك ونقدر كلنا مع بعض نبني بشهد شعري واحد جميل نبني مشهد شعري واحد فبدايات الشعرية كانت يعني أنا كتبتها من قبل خمس سنوات بداية جادة كده في الشعر من 2017 خمس سنوات دي يعني في السنوات 2017 لا لا في أول جامعة في أول سنة ليه في الجامعة يعني حبيت أنه أبدأ في الشعر وكانت بدايتي مع منتدى همس الشعري وطبعا شكرا ليهم جدا وبحيي كل أعظام منتدى همس من هنا فانتوا بقدمتوا ليهم كثير وشكرا ليكم فمنتدى همس الشعري كانت بدايتي معاكم فكنا بنعمل منتدى كل يوم أربعاء كان بتذكر عندنا منتدى كل يوم في الأسبوع بنجري وبنجري الشعر لمدة ساعتين لكن كانت الساعتين دي بتعمل فريق كبير فإنك كل مرة بتكتب قصيدة جديدة كل مرة بتسعى إنك تتفوق على نفسك كل مرة أنت بتكون متحمس عشان تسمع آراء الآخرين في قصيدك تبادل التجارب ووصل للأجيال وغيرها والنقد والنقد أنه أنت لما تقدم نص لازم تسمع آراء الآخرين فيه والآراء النقدية عشان تقدر تطور من مستوى النص الشعري تقدر تكتب قصيد تتفوق فيه على نفسك وعلى تجارب أخرى بعد ذلك بـ 2019 كانت أول بداية تعرفي على بيت الشعر الخرطوم وزيارة ليو فبرضو بيت الشعر قدم لي الكثير بحكم أنه أول منصة لشعراء الفصيح في السودان أكثر منصة تدعم شعراء الفصيح منصات الشعر العامي كثيرة وموجودة لكن منصات الفصيحة قليلة وإحنا لازم دواقع لازم نعرفه فاحتكاكي مع شعراء كبار مثل الواسق يونس وهو كان سابق لي في التجربة في أمير الشعراء واتهال مصطفى تريتر ودين الشيخ ومجموعة من الشعراء الاحتكاك مع الشعراء كان ليو دور كبير في أنك تقدر تتفوق على نفسك كل مرة وتقدر تكتب قصايد أحسن وأحسن بالتأكيد خلينا مباشرة نتحدث عن المشاركة يعني طريقة المشاركة في أمير الشعراء وعندما ذهبت شريهان لشاطئ الراحة بأبي ضبي وشاركت مع الموجودين هناك كيف رأت البصمة الشعرية لشريهان السودانية أننا نحتفي بها أكيد ونفخر بها وظهرت مع بداية المنافسات في أن شريهان أخذت حتى بطاقة لجنة التحكيب يعني لم تحتاج للتصويت حتى الآن جميل أنا حتكلم من الجانبين الجانب الأول عن المشاركة بشكل عام الجانب الثاني عن مشاركتي بالتحديد المشاركة بشكل عام أمير الشعراء يعني هو أكبر منصة تلفزيونية للشعراء الفصيح حالياً في الوطن العربي كله وبتفتح مواسمه كل سنتين دي بجموعة من صورك في مشاركة في المسابقة في أمير الشعراء تفضلي واصلي فتفتح منصة أمير الشعراء كل سنتين بيكون في الموسم وبشاركوا كل الشعراء من الوطن العربي وتتم تصفيات على مراحل أول مرحلة بيكون فيها 100 أو 150 شعر بعد ذلك بيختاروا منهم 40 شعر ثم 20 شعر هم اللي بيصهروا في البسة المباشر وبعد ذلك بيتنافسوا على مراكز الخمسة الأولى طريقة المشاركة إنك ترسل قصائد بتحسينها بمستوى كويس والسي بي بتاعك على الانلاين عبر موقع معين وبتستنى القبول والتحكيم من اللجنة المعنية بالأمر فسعيدة بأنه دي أول مشاركة لي في أمير الشعراء أول مرة أنا شارك في أمير الشعراء وحتى وصولك للـ 15 حتى الآن لم تحتاج للتصويت لكن بالتأكيد في الجوانب المختلفة في المراحل المقبلة نحن اليوم عايزين نحدث الجميع في أنه إيه في حال احتاجت شريهان في المراحل المقبلة وهذا أكيد يعني للتصويت كيف يمكن أن يصويت الجمهور؟ طيب التصويت جانب مهم جدا برضه من البرنامج لأنه الشاعر بيحتاج أنه لدعم الجمهور له وأنه وطنه يقيف معه حاليا أنا ما بشارك باسم الشريهان بشارك باسم السودان وفخورة جدا بالحاجة دي أنه قدمت حاجة للوطن وحاجة للسودان التصويت بيكون عبر تطبيق تطبيق أمير الشعراء وفي صوت أول مجاني وصوت ثاني مدفوع القيمة بيكون قيمة بسيطة بتمنى أنه كل الناس إذا احتجنا إلى التصويت تقدر أنه تصويت عشان نرفع اسم السودان عاليا كل الناس سنزل التطبيق عشان تكون قادرة على التصويت وبالتأكيد كل اللي شاهدوك هم مدعمين لشريهان ونحن اليوم من خلال هذه المساحة حبينا بس أنه نقدم شريهان للمشاركة ونحن محتفي بيها بنقول لها مبروك حتى هذه المرحلة وبالتأكيد لنا مساحات قادمة شكرا جزيلا شريهان الطيب شكرا لحضورك صباحا على شواطئ الصباح وبالتأكيد بتمنى لك كل التوفيق شكرا شكرا لكم وبتمنى في كلمة أخيرة كده أقول أنه إحنا كشعب سوداني إحنا شعب مليان بالمواهب الشعرية الكتيرة وإحنا أكيد قادرين وإحنا عندنا فينا عمل ياريت أنه نقدر نخطو قطوات كبيرة ونقدر نعكس للعالم الخاردي يعني جانب تاني ما لدي من العالم يعرف عننا فقط الأزمات والمشاكل والسياسية والأزمات الاقتصادية لا إحنا عندنا قامات علمية عندنا قامات أدبية بتستحق كل ذكر وبتستحق كل المساعات وبمستحق أننا نكون في المحطات العالمية صح وفي استحق شرهان أنها تصل حل النهائي في أميرة الشعراء شكرا جزيلا شرهان الطيب بتواصل معكم مشاهدين هذا المضى الصباحي على شواطئ مختلفة بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر